في قلب العصور الوسطى وسط جبال بلاد فارس الوعرة كانت هناك طائفة سرية ومرعبة يخرجون من الظل يمتلك مهارات قاتلة وولاء لا يتزعزع لقضيتهم بقيادة زعيمهم الغامض عمل القتلة بكفاءة لا تعرف بالرحمة وبثوا الرعب في قلوب أعدائهم يستخدمون التخفي والحيلة والدقة المميتة ينفذون مهامهم بتصميم لا يرحم مستهدفين القادة السياسيين والشخصيات الدينية وغيرهم من الأفراد البارزين قصة يكتنفها الغموض وتحيط بها الأساطير ترك بصمة سيئة في كل كتب التاريخ إنهم هم الحشاشين في ظلال العصور الوسطى وسط اضطراب المكائد السياسية والحماسة الدينية كانت هناك مجموعة غامضة ومخيفة تعرف باسم الحشاشين كان الحشاشون الذين خرجوا من المعاقل الجبلية في بلاد فارس طائفة من المسلمين الذين استخدموا السرية والتخفي والدقة المميتة لتحقيق أهدافهم في قلب طائفة القتلة كان هناك زعيمهم الغامض المعروف باسم حسن الصباح وهو حسن بن علي بن محمد الصباح الحميرية تحت إشرافه عمل الحشاشون كنظام سري حيث بثوا الرعب في قلوب أعدائهم وغرسوا الولاء بين أتباعهم تدور إحدى أشهر الحكايات المحيطة بالقتلة حول أسلوبهم الفريد في التجنيد يقال أن حسن الصباح كان يدعو الأعضاء المحتملين إلى حصنه حيث سيتم معاملتهم في وليمة فخمة وتعريفهم بملذات الجنة بما في ذلك المواد المسكرة دون علم الضيوف يستيقظون لاحقا في حديقة مورقة وتحيط بهم العذار الجميلات والفواكه الغريبة يكشف حسن الصباح بعد ذلك عن نفسه ويوضح أنهم حصلوا على لمحة عن المكافآت التي تنتظرهم في الجنة إذا تعهدوا بالولاء للحشاشين تم التعامل مع أولئك الذين رفضوا بسرعة في حين تم إدخال أولئك الذين قبلوا في النظام وتدريبهم على فنون الإغتيال والتجسس والحيلة مسلحين بعقيدتهم التي لا تتزعزع ومهاراتهم القاتلة نفذ الحشاشون مهامهم بكفاءة لا ترحم واستهدفوا القادة السياسيين والشخصيات الدينية وغيرهم من الأفراد البارزين من الذين وقفوا في طريق أهدافهم إحدى أشهر حوادث القتلة وقعت عام ألف ميائة واثنان وتسعون عندما تسلل أحد أعضائهم متنكرا بزي راهب مسيحيا إلى بلاط كونراد مونفرات حاكم الصبر بخنجر مخفية ضرب القاتل كونراد في وضح النهار قبل أن يختفي وسط الحشد استمر حكم الحشاشين المرعب لعدة قرون وبث الرعب في قلوب الحكام وترك بصمة سيئة دائمة على صفحات التاريخ